بقول لحضرتك بكرة في كونجرس في الفيفا في قطر هلو سيدس جمال علام يستطيع لاتخذ خطوات تصعيدية فيما يخص الشهر لانه سيدس جمال علام ما يعرفش يكلم مين بالزبط سيدس جمال علام اما جي المرة اللي فاتت كان جاي لا مش انا هو اللي بيقوله هو اللي هيقوله هو مش هيسمع من حد هو يزعل لو قلنا كده لانه المفروض انت يبقى عندك تور قبل كده اشتغلت في لجان وحاجات يعني قرية ودولية عشان تتجرق على فكرة منصب رئيس الاتحاد لحاجة ما تصغروش يعني انما لما تبقى كنت ماشي مع حد هو اللي واخدك من ايدك يعني كراجل كده ايه منتظر القفزة التالية المفروض هو يلجأ لهذا الشخص عشان يقوله يخبط على باب مين انما ما هو ضمن اللي بقوله الحضرات اوه دا عيب يا اهو صد انا لما اعوز حاجة لا يا كابتن النام ما تخليهش الحكاية كده الكلام ده احنا صحاب انا بقولك بس هم ما يروح مرة خلاص هو يشتغل بقى ما يبقاش الان لكن الاهم انه الاعداء دي كانت على كده غالبا هيقولوا ايه والسيناريو ايه وارفعوا ايدهم امتى وحاجات كده اه تمام ودي حاجة ما انا بص انا معهم يتفضلوا يقولوا لنا اي حاجة اللي زعلن مني اللي يهمك مصلحة كرة القدر المصريين الاهم بقى خد يا ام منه وامسك انت الشغل بقى ماش هازع لنا وهتطبر لك وهكتب لك وكل حاجة تيجي بقى تقول لي علشان نروح نقول ماذا حدث ماذا حدث كل منتخب يا كابتن الاسلام مش عايز ماذا حدث انا عايز اعرف ما هي اللي انت بتقوله ده كونجرس ماشي كان لازم عشان تروح لكونجرس كان لازم تعامل منتخب مصر بخمسين في المئة مما استحقه الا وهو القاتي ان انت تبقى عندك تلاتة راحوا هناك من قبل ما نلعب الماتش الاولاني هنا شافوا الاستاذ شافوا الفنادق شافوا المستشفيات بما فيها ان يكون فيه مستشفى وهقولك مين عمل كده يكون فيه مستشفى فيها اعلى تجهيزات لربما لعيب من صروتك مش بقى كناب كمان عدمه بس كسلعة بتاعتك يصاب اصابة شديدة جزائر عملت كده في الكاميرا بالمناسبة يعني وعلى فكرة انا بقولك دي منظومة عالمية بس بضرب لهم مثل بأصدقائهم الجزائريين واشقاءنا طبعا وبالتالي هم عدش راح ده كانوا عاجزين على بوكينج تقريبا اللي هو البتاعة اللي قابلها بسبعين كيلو ده لغاية ما معالي السفيرة الرابط المسائل يعني اشتغلت اتحاد كرة شوية برنا واللي زعلان يا جماعة يقول لي عكس ده واللي انا بقى تأول عليه انا نفسي مرة بقى ورقة في مملف فساد الكرة المسائلة الحقيقة حد يشكوني علشان امام بقى قاضي عادل نطلع بقى الورق ونقول له مصر تستحق انهم يجبوا لنا نمازج ويترجموها لا احد في العالم يجيب جمعي عشان يطلع عليها لا احد في العالم ما يستخدمش البتاعة اللي استخدمنا ضد شبير بتاع المصلحة العامة اللي هو في قانون الجناية وقلت لحضرتك مجرم لقرايبة درجة التالتة كل ده شغال الله ينور حتى الآن مش هينفع كل ده كل اللي في الكونجرس ده هو اغلبه هيكون اما وده من غير ما يشكو حتى الاخوة في توق الجبلها مش هقول المصريين اكثر حاجة ممكن تبعاقوبة مالية الملعب ربما ياخد تحذير انه ممكن ملعبش هناك تاني بس